هلو يا حلوين ازايكم عاملين اي رب تكونوا بخير اوكي نهاردة هرسم معاكم رسمة مختلفة شوية عن الرسمات اللي انا برسمها دايما طبعا اول حاجة لزقت الورقة بتاعتي بالوشي تيب سريعا كده وبعد كده في الاول هستعمل الالوان المائية بتاعت فان جا بصراحة مش مخططة هستعمل اني درجات بالزبط بس المهم اني هكون الورقة بتاعتي متأكدة انها ببلولة مية كويس علشان ما تنشافش مني وعلشان الالوان المائية بتبقى عايزة الورقة في الاول اخده وشي كده مية مترطبة بمعنى صح اوكي ندخل بقى في الرسمة بتاعت النهاردة بصراحة انا كنت مترددة ان انا اشارككم الرسمة دي او النوع ده من الرسومات عامة لانه النوع ده بيبقى مختلف تماما عن ماي تايب اللي هو الرسومات بتاعتي او الشخصية بتاعتي في الرسم انتو دايما متعودين ان انا برسم معاكم مناظر طبيعية ورسومات للطبيعة وحاجات من دي بس انا عندي تايب تاني والنوع ده من الرسومات انا بحبه بصراحة يمكن ان اشارك معاكم دايما الرسومات اللي هي فيها فن تجريدي علشان ما بتبقاش مفهومة فطبيعا انا مش هشاركها معاكم علشان انا بحب ان انتو ترسموا الرسومات اللي انا برسمها ويتحسوا ان الرسومات سهلة ومش محتاجة ناس محترفة علشان ترسم فبحب ان انا اشارك معاكم المناظر الطبيعية لكن مثلا زي الرسمة بتاعتي النهاردة انتو هتبصوا تقولوا ايه ده الرسمة دي هي دي رسمة ايه دي مش عارفة ايه بس ايوة دي رسمة وده نوع من الرسمة وهو اسمه الفن التجريدي حاجات عشوائية فرسمة واحدة بتطلع في الاخر شكل يمكن يكون مبهم لبعض الناس او بعض الناس تقول عليه لا ده مش حلو لا ده شكله مش قد كده ايه حتى لو رسمين على فكرة فيه فن تجريدي للمناظر الطبيعية برضو يعني بيرسموها مجرد ضربات كده بخطوط بحاجات كده غريبة ايه بتطلع الفن ده بيبقى شكله من بعيد انه ايوة ده شكله منظر طبيعي لو قربت هتلاقي ان هو مجرد شخبطة فهو احنا بالنسبة لنا احنا كعارب اكتر مش بنحب النوع ده من الفنون او مش بنحب النوع شخبطة بمعنى صح مشهور بالنسبة لنا ان احنا نمسك الورقة ونشخبط فيها مع ان ده حلو جدا و لاي شخص او اي حد نفسيته مش متزبطة او حاسس بسترس حاسس بضغط او توتر حلو انه هو يجيب ورقة ويبدأ ان هو يشخبط عليها برا في اوروبا وفي امريكا وفي الحتة دي بيخلوا الاطفال الاطفال اللي همس انهم من سنتين وثلاث سنين يمسكوا الوان مخصصة للاطفال ويبدأ ان هم يرسموا بشخبطة متخيلين مجرد شخبطة بس فمهم جدا مهم جدا انه بين كل فترة والتانية تجيب ورقة لهدف الشخبطة يعني دي حاجة بالنسبالي انا محبها انه ارسم رسمة بهدف الشخبطة الفكرة انه انت شخبط زي ما انت عايز لانه في الاول في الاخر انت بتخرج كل الاسترس او كل الضغط او كل التوتر اللي جواك على الورقة وده على فكرة هدف الرسم ان انت تخرج الاحساس اللي جواك على الورقة سواء كان بالشخبطة سواء كان برسم البرتريز سواء كان برسم المناظر الطبعية سواء كان برسم الانيمي سواء كان اي حاجة اي حاجة بتبدأ بالشخبطة صدقوني حتى الناس اللي بترسم مناظر طبعية ومش بيبقوا بيصوروها بشخبطه في الاول وبعد كده بيبدأوا واحدة واحدة يعدلوا على الرسمة حتى انا ساعد كتير بيتلقوني بشخبط اول الرسمة وبعد كده بيبدأ ان الملامح بتاعت الرسمة بتبان علشان كده تلاتة اربع الفنانين او اغلب الرسمين بيقولولك ما تحكمش على الرسمة من اول طبقة او من تالت طبقة لان لسه فيه طبقات تانية فانت شايف اللي انت شايفه دلوقتي حاجة مبهمة حاجة شخبطة فمش هتبقى حابب المنظر اللي انت شايفه لكن بعد كده لما المعالم بتاع الرسمة تبان والشكل بتاع الرسمة يبان هتشوف حاجة حلوة ممكن تكون حلوة بالنسبة لك انت لكن وحشها بالنسبة لشخص تاني قررت ان انا هشارك معاكم النوع ده من الرسمة النهاردة او النوع ده من الفن النهاردة وهي دي الرسمة يمكن تكون شكلها وحش يمكن تكون مش الواو او مش الحاجات الحلوة اللي انا برسمها ممكن تكون مش حلوة للبعض وحلوة للبعض التاني بس بالنسبة لي بتشيل ضغطه وتوتر وخوف من ان انا ابوز الرسمة انا عندي طبع كده اللي هو بخاف ان انا ابوز الرسمة نبدأ بكرة مركزة 100% فده بيخلي موضع ده يتكسر شويه انه عادي وما باوس رسمة عادي لما احط حاجة ما كانتش جايه في دماغي احطه جديدة ممكن تدي شكله مختلف تاني فاهمين فاهم اتمني تكونوا فهمتوا التفكير اللي انا بفكر فيه ممكن برده تقولوا لي رأيكم في النوع ده من الفن تحبوه انو مش بتحبوه اه بتحسوا انده فن ولو بتحسوا انده اي كلام كده وخلاص وهبل وبس كده هو ده كان فيديو النهاردة اعجبكم الفيديو وانتنسوش تعملوا لايك وانتعملوا سبسكرايب في القناة وانتشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله سلام